كيف نعد العرايس بالخضار؟ ملعقتين كبيرتين لبن ثلاث ملاعق كبيرة جبنة مبروشة عصير نصف حبة ليمون ربع كوب بقدون استازج ملح حسب الرغبة نضع البطاطا والجزر والبازيلة في ماء مغلي مملح ونطفو مدة عشر دقائق نضيف الكوسة ونتركها على النار مدة دقيقتين ثم نصف الخضار ونضعها تحت الماء البارد ونعيد تصفيتها مرة أخرى في وعاء نضيف المايوناز اللبن وعصير الليمون ونحرك المقادير نضيف البقدونس المفروم والجبنة المبشورة ثم نخلط المقادير نطوي قطع الخبز على شكل مخروطي ونملأها بخضيط الخضار نضيف صلصة المايوناز مع اللبن فوق الصاندوشات نضع الصاندوشات في طبق مرتفع الجوالب لتحافظ على قوامها ونضعها في الثلاجة لحين التقديم اشتركوا في القناة